أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بشأن الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين طبعا إحنا عارفين أن دي دائما هي كلمة الرئيس السيسي في كل مكان وجاء ذلك اليوم خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لديفت كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة وكان بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللورد طاري أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة جارث بايلي وأيضا صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير كاميرون سلم السيد الرئيس خطابا من رئيس الوزراء البريطاني وريتشي سوناك وكان طبعا هذا الخطاب قدم خلاله التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنصيق مع مصر في مختلف المجالات وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطع غس ترجمة نانسي قنقر